كنت أبدأ ونقول الفاتح من سبتمبر لكني فضلت أن أقول أول من سبتمبر لأن الحقيقة هذه كلمة الفاتح والليبيين اللي يراهم يسمعوا فيها الآن وأنا أعرف أن هناك إخواننا من ليبيا يتابعونني يعرفون ما معنى الفاتح خاصة أولئك لأعمارهم من 20 سنة فما فوق الذين عايشوا فترة القذافي فقد جعل من الفاتح من سبتمبر إلها كاد أن يقول لهم عبود الفاتح وعمليا كان كلمة الفاتح لدرجة أنهم يقولوا الفاتح الفاتح هو ذلك الصنم المقدس الذي به تبدأ كل شيء وينتهي كل شيء كل شيء يرجع للفاتح ولطورة الفاتح وطبعا على رأسها كما كان يحب أن يلقب أبو مونيار أبو مونيار معمر القذافي الذي بكل أسف ألم كثيرين مازلوا مخدوعين فيه وطبعا قد يقول لقائل أنه مات ولماذا؟ لأن للأسف لأن الكثيرين مازلوا مخدوعين فيه ويعتبرونه أنه كان زعيما وكان قوميا وكان مدافعا عن الضعفاء وكان ملك ملك مفكرا وثائرا وملك ملوك إفريقيا إلى آخره أنا أيضا عندما كنت شاب صغير قبل ما عيش في ليبيا كنت أعتقد ذلك لكن عندما عيشت ليبيا وعيش شعب الليبي عيشت وعشت طبعا كديبلوماسي لما أكون معني بما كان يحدث للليبيين بمعنى لم يكن يحدث لنا نحن 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 عندنا الحماية الدبلوماسية لكن كإنسان كنت أتألم كثيرا لإخواننا الليبيين والبعضهم اللي كنت نعرفه إلى آخره كيف كانوا يعيشون في الجو ليس فقط القهر والقمع وهو شبيه بما لدينا اليوم ولكن في جو خداع طفولي صبياني يجعل أن ليبيا هي مركز العالم إلى درجة أن أوضيفت كلمة الجماهيرية كان يسميها الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية جماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ثم أضاف لها كلمة العظمى بعد الهجوم الأمريكي في أفريل 86 ولما سئل لماذا قال لأننا هزمنا أمريكا إلى هذا الحد الاستهبال والاستحمار والاستغباء والعبث بشعب ووطن وهذه ليبيا وشعبها شعب مضياب شعب خير شعب فيه فطرة إنسانية رائعة لكن سلطت عليهم ما يسمى بلجان ثورية وكانت عبارة عن ميليشيات تعبث في ليبيا عبث رهيب وأنا شاهد على ما أقول أشهد أمام الله على هذا وأشهد أمام الناس والتاريخ وقلتها المرة الماضية دخلت لليبيا وأنا أرافهم عمر القذافي في نوفمبر 1991 وصلت هناك كديبلوماسي جزائري وأنا أراه زعيم ورجل عظيم ومفكر ومفكر ووالي لأننا كنا طبعا أنا ذاك الشباب ونستمع إلى البروباغندا اللي كانت تأتينا عن طريق الإذاعات الليبية مش تلفزيونة ولكن الإذاعات أصنحت من الإذاعة هذا إذاعة الثورة الشعبية إلى آخره لجان الشعبية وخرجت من ليبيا وأنا أشهد الله على ما في قلبي وكان أبغض الناس إلى قلبي هو القذافي ليس لأي سبب خاص لا يعنين يعني إلا أني شفت العذاب والضياع والخراب الذي فعله في ليبيا وعذاب الناس هناك والخوف والرعب درجة الناس إلى درجة أن الناس كانوا يخافون ويخشون من بعضهم البعض داخل البيت الواحد كثيرين من الأباء لا يعتمنون أبنائهم وكثيرين من الأبناء لا يعتمنون أبائهم وكثيرين من النساء لا يعتمنون أزواجهم يعني يكونوا بيعين يعني يكونوا ممن ممكن أن يذهب إلى الليجان الثورية ويقول له ما هو واحد معادي للفاتح كما قلت هذا الفاتح كان صنما لكنه ياليت ياليت كان صنما مثل أصنام قريش فالناس عارف المكان وعارف الزمان وعارفه كان في كل مكان هذا الفاتح في كل مكان ولذلك أنا على يقين أن الأغلبية العظمى من الليبيين يكرهون كلمة الفاتح طبعا ما زال هناك أنصار القذافي سواء عن فائدة وكانوا مستفيدين في وضعه أو عن جهل لأنهم لا يعرفون حقيقة الأمور أو عن عبادة الطاغية دائما هناك من يعبد الطغاة هذه في البشر لا تستغربها هناك من يعبد الطغاة من البشر يحبون ويقدسون القوي الظالم يقدسون القوي الظالم ما لأننا وجدنا الآن المداخلة وجعلوها نظريات واعتبروها من الإسلام واعتبروا أن الحاكم الظالم الطاغي المجرم هو ولي الأمر وإذا قلت فيه كلمة قالك ولو في قلبك فأنت آثم أما إذا قلتها بلسانك فأنت خارجي أنت من الخوارج إلى هذه الدرجة نعم وهؤلاء بطاية الحال أيضا جزء منهم لأنه مستفيد ويأخذ مقابل ذلك وأجزاء يزورون الدين ويتبعون الطاغية لأنهم يعبدون الطاغية هناك من البشر من يقدس ليس فقط القوي القوي الظالم وركتلقاهم اليوم أننا كاللي قدسوا تبون بحق بصدق قل قليل جدا الأغلبية يقدسونه نتيجة وإن كانوا الآن خلاص راحت الأمور مش كما كان تبونوا لشنجريحة لكن كان جزء من الناس فيهم من الظل ومن التذلل ومن الخبث ومن هشاشة الشخصية ومن لا كرامة ولا عزاء أنهم يقدسون الحاكم الظالم بدأنا بهذا لأنه فقط تذكرت وكانت هذا الفاتح لما يجيه كنا في ليبيا لما يجيه ويدلوا احتفالات القذافي إلى آخره مرات نقعد أيام والمحلات مغلقة يعني تفتح فقط في المساء خاصة فيما يسمونها بالمؤتمرات الشعبية عبث عبث حقيقي وما زال تلقى بعض الناس يقول لك القذافي وكان دير وش كان دير القذافي ليبيا هذه أغنى من قطر والإمارات مجتمعتين مجتمعتين أغنى منهم ليبيا وموقع الجغرافي أفضل مليون مرة من الإمارات ومن قطر ومن الكويت وجمعهم كلهم ليبيا الآن مع ذلك فليبيا الآن برغم كل ما يقال رهي أفضل بكثير في جوانب معينة أفضل بكثير من زمن القذافي ربما من ناحية الأمنية أسوأ لكن من ناحية الكرامة وحرية الناس والتجارة وأن الناس معتزة بنفسها إلى آخره أفضل بكثير والدليل ما هو الدليل؟ الدليل أنك لن تستطيع أن تتظاهر لأن العصابة غدوة تدير علاقات مع الكائن الإسرائيلي في الجزائر الشعب لن يستطيع أن يتظاهر إما خوفاً أو اعتقالاً أو الليبيين مش تظاهروا لقاء سري كشف عنه بين وزيرة الخارجية ووزير الكائن الصهيوني وزير الخارج الكائن الصهيوني مش فقط تظاهروا تظاهروا واحتجوا ودخلوا لوزارة الخارجية وقاموا حتى بحرق قبل يومين سمعت أنهم تم حرق حتى منزل رئيس الحكومة طبعاً أنا ضد أن يتم حرق منزل رئيس الحكومة أو تدمير وزارة الخارجية أو حتى دخول إليها لكن برك بش تشوفوا شعب حر شعب حر ما فيش وبعد هذه الواقعة رأوا كان أيضاً من الجهة الشرقية كان يريد حفتر ومن معها يتقدمون لتل أبيب لأنهم يعرفون أن تل أبيب هي المخرج لهم فلا في الشرق ولا في الغرب الشعب الليبي لا في الشرق ولا في الغرب أغلبيته قالوا ما فيش تطبيع وروح نتشوف ها هو التطبيع في المغرب لم يأخر الشعب المغربي إلا قليلاً ها هو التطبيع في البحرين في السودان طبعاً مصر والأردن والإمارات مش تطبيع برك أبشع من التطبيع ها هي دولة خائن الحرمين على أبواب التطبيع لا أحد يتحرك وحتى مع تونس كان على أبواب التطبيع أتوقع أن أخوانا في تونس سيخرجون مثل ليبيا لو فعلها لكن قلة الشعوب اليوم قلة من الشعوب التي تستطيع أن تخرج ضد أنظمتها في قضية التطبيع ومنها الشعب الليبي من هنا حي حرار ليبيا أينما كانوا